بسم الله الرحمن الرحيم شفنا قبل سجلت هذه المباريات إذا ما كنتم شفتوها شوفوها بالقناة مبارياتي ضد العمدة أحد أصدقائي باللعبة والآن بعد هذه المباريات طلت منه نلعب مبارات فريق والله كنت ناوي أسحب عليه الصراحة بوسط المبارات لأنه سلوب وصخ بمبارات الأخيرة ناكن مشفت خصم ناس مرضة قلت والله يراني ذا لا حرام نخليه يفوز بعدين يضحك علينا لا والله ما راح تصير إن شاء الله إذا الآن نشوف استخدموا القوس بوضع دفاعي أخوي استعجل والثاني شي استعجل مرة ثانية التجميد لش تحطوا يمين ما أدري الهجمة ما شيء يسار حتى الخنزير بعد ما يكمل بيروحي سارة توقع ف ما أدري وهنا قاعد يرمي كرة نار ممكن ما كان الأمها داعي في فالكري معاي جاهزة معنا اثنين حامل قنابل ف قاعد يلخبض والله زميلي قاعد يخبص هذه مشكلة لما أنت لعب مع واحد يكون شديد لما أني لعب ضدك وإذا لعب معاك يبدأ يصير يتحول النوب حظم مفقا على إيش على إيش تونة تونة يلا حلو 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 ساحرين وراء بعض مع بعض وقدامهم الخنزير تشكيل مثالي تشكيل رائع تشكيل رائع هذول اثنين خصوم مصخين خصوم خصوم اللي يشوفهم يقول هذول من التفقيم مع بعض لكن واحد ايراني والثاني كوري هنا حفلة ابو قنبلة مع الاموجي الخاص يحق لنا نفرح في هذه اللحظات الطيبة هنا الآن نشوف ممكن نخلص من الساحرة الآن ونبدأ هجوم بالطرف الآخر حلو حطيت العبلة ابو ملكي هذا شوف كيف شوف كيف شوف كيف رائع هنا أقول توقيتك رائع توقيتك ملكي يا أخ عمدة بالتجميد هجمة واحدة جبنا 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 تقدم آخر وشي ولا أروع شي ولا أروع هنا نحاول نمسحهم هنا لازم أسهم لازم أسهم خلاص مع أنه من بيكا لفل عشرة ما أدري إيش قاعد يسوي بس عام شي عايش جوه وهي هكي اللفل عشرة هنا عندنا بطاقة بطاقة الساحر ماتت لكن ترتيب ممتاز لأبو قنبلة خصم ضريف على الأقل يبدو خصم ضريف خصم ضريف يبدو لي وكيد إيرانيين واحد إنهم إيراني والثاني كوري ف أيوة هذا مبارات زيني الآن الأثنين هذول من تفقين مع بعض شكلهم نشوفها الآن هذه مبارات الثانية ما توقعت صراحة نقدر نفوز مبارات اللي قبل بسبة كمية الهياء كل وكمية المني اللي شفناها هنا لأن حركة حلوة لكن يلا على الأقل وصل الخنزير على الأقل وصل الخنزير هذول من التفقين هذول الثاني من التفقين صح تذكرت عندهم تشكيلات أغلبها جوي أغلبها كذا جوية كذا ومرعبة ميني بيكا لفل عشرة يلا عيشت جوك أنت تقوى على الساحرة ما هي مشكلة جتك الميني بيكا لفل 12 ف نخلص عليها بالتنين الصغير وبساحر الكهرب والعملاق الملكي الان ماشي داعس الوحش كفو 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 كان ممكن أنا أرمي أسهم على والله استعجل استعجل الأخ اللي معانا جالس يضرب أي كلام شي يقهر ليش تحط صاعق وأنا معاي الفالكري ليش ليش وش استفيد الآن كم مفروض مخلص صاعق الخفافيش الخصم معاه خفافيش هنا على الأقل يحط الساحر مع أن الساحر تورد ضد لهذا حبة الميني اللي يكمل للبرج ف وصك بوجه الساحر الذبانه ذاه فمشكلة أحسن حركة سواها إلى الآن بالمبارات كلها زميلي قتل الساحر الخصم خلصنا من غثى اسمه ساحر ليفل 12 هنا أنا سوي شي جيد اللي هو دفاع بأقل الأكسير ليفل 3 ثلاثة أكسير المدفع هذا خلصنا من الفالكري شي ممتاز هنا حلوة الحركة حلوة الحركة وطلع معاه وشفتم قلت لكم متفقين قلت لكم متفقين طلع معاه وثنين مني بيكا ممكن نخلص عليهم بالأبو قنبلة ممكن شي حلو شي حلو هنا شي حلو شف كيف أبو قنبلة والله صلاحة رائع صلاحة رائع ثنين بيكا مع بعض خلص عليهم بالرواقع كذا وبالهداوة شي ولا أروع شي ولا أجمل هذه ميزة أبو قنبلة يا ناس هنا حطوا لنا مشاهد القبر ماكس بنتورط الآن بنتورط في استعجال في استعجال الآن في استهانة بالهجمة الجاية والله من الأخ قائد الثورة لازم نخلص على الميجا مينين أولا وبعدين نشوف الثنين الصغير ميني بيكا لفل 12 جاي طاير جاي طاير الله يعين الله يعين الله يعين شكله جاي بالتعادل حلو 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 شوف كيف المدفع ما نبغاه يجيبون التعادل الصراحة لأنهم لو جابوا بيبرشون بيكونون متقدمين علينا جابين 1800 هناك فأكن الحمد لله ربنا ستر هذول الثنين من التفقين أتوقع كذا ثنين مني بيكا وتشكيل ساحرة وساحر وتشكيل تشكيل مرة 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 مزعجة ثريق مرة مزعجة الحمد لله قدرنا قدرنا ندعس ونجيب الفوز نتمنى نكون أعجبكم فيديو إذا أعجبكم لا تنسونا الإعجاب ونشتراك ونراكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة